إلى تفاصيل ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جانبا من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم حيث تناول خلالها عددا من القضايا المحلية والإقليمية وشدد جلالته خلال الجلسة على ضرورة العمل بحزم وبيد واحدة لتجاوز التحديات التي تواجه المملكة مؤكدا جلالته أن الأزمات التي تزيدنا أو لا تزيدنا إلا صلبة وعرب جلالته عن اعتزازه بمستوى التعاون بين المؤسسات مشددا على أهمية الأخذ بدروس من الأزمات لتحسين القدرة على التعامل مع التحديات مستقبلا ومشيرا إلى أنه يثق بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وأكد جلالته أن الجهود في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف متواصلة ودائمة ولا تنتهي بانتهاء اللزمات وضف جلالة الملك إلى أنه يراقب الأوضاع في القدس عن كثب مؤكدا أن التحدي سياسي وليس أمنيا فقط وبخصوص حادثة سفارة الاحتلال شدد أو جدد جلالته تأكيد على أن الأردن لن يتنازل عن حقوق أبنائه وأن إسرائيل مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة مضيفا أن تحقيق العدالة أولوية وأن الإجراءات ستتابع عن قرب وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية قال جلالته أن الوضع الاقتصادي يحتاج مدة لرؤية النتائج على الأرض مؤكدا أنه لا بد للجميع أن يعمل دون تأخير أو تلك وبشكل سريع على المسارات كافة لعكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات السابقة وفيما يتعلق بانتخابات المركزية والبلدية شدد جلالته على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب وإنجاح الانتخابات المقبلة والتي من شأنها تعزيز دور المواطن في تحديد الأولويات التنموية وفي سياق آخر وجه جلالة الملك بالتبرع بمبلغ مليون دينار لدائرة أوقاف القدس وشهون المسجد الأقصى المبارك وفي لقاء آخر عرب جلالة الملك عن تقديره لجهود الهيئة المستقلة للانتخاب بالتحضير لانتخابات مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات مشددا على ضرورة الجاهزية الكاملة لهذا الاستحقاق الذي يشكل حلقة جديدة في مسيرة الإصلاح الشامل وأيضا أكد جلالته خلال لقائه رئيس وعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أهمية تحقيق أعلى درجات التنصيق والتعاون التام مع مؤسسة الدولة لضمان نجاح العملية الانتخابية والبناء على النجاحات السابقة كما أكد جلالته خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية ضرورة التسهيل على المواطنين يوم الاقتراع وتقديم كل أشكال المساعدة لهم ولفت جلالته إلى أهمية تكثيف جهود نوعية حول المركزية والتي تمنح الإدارات المحلية صلاحية أوسع وتمكن المواطنين من المساهمة في تحديد أولوياتهم ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم وبما يعزز مشاركتهم في صنع القرار التنموي افتتح رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سد كفرنجا الواقع في محافظة عجلون بحضور وزير المياه والري وعدد من نواب المنطقة والسفير البريطاني في المملكة حيث جاء بناء هذا السد بالتعاون بين الحكومتين الأردنية والبريطانية وتم اختيار موقع السد بناء على طبيعة الجغرافية للمنطقة حيث أن هذا السد يتسع لكمية مياه تتراوح بين 6 و7 ملايين متر مكعب ويختم أهل محافظة عجلون لري مزرعاتهم والشرب منه حيث أن المياه الموجودة بالسد هي من مياه الينبيع العذبة الموجودة في المنطقة واستمع رئيس الوزراء خلال زيارته إلى المنطقة برفقة فريق وزاري استمع إلى مطالب أبناء المحافظة أقرى مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017 كما ورد من مجلس النواب ويعزز المشروع الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي لعاقة من خلال عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقع على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المدى الثامنة وتسعين من قانون العقوبات وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي ضعف الجسدي أو العقلي فضلا عن إلغاء المادة 308 التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة إذا ما تزوج مرتكب الجريمة الجنسية من ضحيته يذكر أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وآخر مشاريع حزمة إصلاح القضاء الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي بحثها وناقشها وأقرها مجلس الأمة ما أن أعلن النائب يحيى صعود عن موافقته على نزال عضو كنيسة الاحتلال أورون هازان محدداً عفواً الزمان والمكان في ساعة العاشرة صباحاً على جسر الملك حسين حتى اشتاحت مواقع التواصل الاجتماعية ردود أفعال مختلفة وعلق الأردنيون بشكل كبير على الأمر ليصدر رئيس وزراء الاحتلال بن يمين يتنياهو صباح اليوم أمراً يمنع عضو الكنيسة من الوصول إلى جسر الملك حسين ما حال دون حصول النزال بين الطرفين التقرير أتالي وتفاصيل تصريحات قتالية استفزازية أدل بها العضو في كنيسة الاحتلال أوران حزان هاجم فيها النائب يحيى سعود الذي رد بدوره على هذه التصريحات بما يتوافق مع حجم مرسلها فالعين بالعين والسن بالسن والبادي محتل أريد أن أقول للحكومة الإسرائيلية أن الشعب الأردني غاضب غضباً شديداً لما تصرف به رئيس الوزراء من جراء حادثة الاعتداء على المواطن الأردني واستشهاد الشهيد محمد الدوائمة وأيضاً الحمارنة وعندما استهزى وطلب هذا الضابط الذي قتل الأردنيين بدم بارد وقال له شفت صديقتك هذا ما بنم عن أخلاق رئيس الوزراء بنم عن واحد بلطجي بنم عن واحد عديم المرؤة بنم عن واحد باستخدم أسلوب العصابات هذه التصريحات جاءت بعد حادثة سفارة الاحتلال في عمان والتي قتل فيها أردنيان برصاص المجرم زئيف الحارس الأمني لسفارة الاحتلال السعود قبل التحدي الذي تفاصيله منازلة بين نائب أردني وصعلوك محتل على أن يكون المكان جسر الملك حسين والزمان الساعة العاشرة صباحاً النائب يحيى سعود وفى بوعده وتوجه صباح اليوم لموقع النزال السعود وقبل بدء النزال طلب من الصعلوك البحث عن والديه في الجهة المقابلة أمر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو حزان بعدم الذهاب إلى جسر الملك حسين وعدم الاستجابة لتحدي النائب يحيى سعود بمبارزته وبالتالي لم يحضر إلى موقع المنازلة وهكذا عاد النائب يحيى سعود دون حدوث مباطعة وصلني حديث أنه هو بيقول أنه أنا رح يلاقيني ويمد إيده إلي ويوصل لي الرسالة ما رح أقدر رفضها رسالة سلام يتحقق فيها السلام بين الشعب الأردني والشعب الإسرائيلي أنا لو التقيت معه لن يكون هناك إلا فرق خشوم لهذا الواطي هذا الزنديق هذا الذي بلا هوية لأنه حقيقة هذا عندما يقتل أبنائنا بدم بارد يستبيح مقدساتنا أنا بحمل رسالة من الشعب الأردني بكافة مكوناته بأطيافه وبقول من البادية ومن الريف ومن المخيم ومن الحذر نرفض نرفض رفضاً قاطعاً وصافعت هذا الصهيون الصعلوك في عالم الرياضات القتالية يعتبر غياب المنافس عن المبارزة خسارة له وانتصاراً للطرف الآخر أو كما يقال باللهجة العمية المسحوب مغلوب أمين سليم رؤيا ونبقى في ذات السياق فقد توجه النائب يحيى السعود إلى منزل عائلة الشاب محمد الجواود الذي قتل برصاص حارس سفارة الاحتلال في العاصم عمان قبل نحو أسبوع بعد ساعات قليلة من عودته من جسر الملك حسين وقال السعود إن الحديث عن المباطحة مع عضو كنيسة الاحتلال خرجت من منزل عائلة الجواود حينما كان يقوم في زيارة لهم لتقديم واجب العزاء بوفاة ابنهم وأبد السعود استعداده لمصفحة عضو الكنيسة أروان حزان بشرط أن تتم محاكمة قاتل المواطنين الأردنيين وأن ينتهي احتلال الأراضي الفلسطينية أنا جاي أنقر رسالة أقول لهم أنه أنا يعني انتفضت وغضبت لدم الشهيد وانتفضت وغضبت لسائل الشعب الأردني لكن أنا موجود بينكم أقسموا أيمان أنه أنا ما يحطوا الغداء إلا ما يحيي سعود يجي هلا أنا أنا يحيي سعود ابن الدوائمي أنا يحيي سعود ابن نابلس أنا يحيي سعود ابن الطفيلي أنا يحيي سعود ابن الكرك كنا الأردنيين لما يسنعنا محنة لما يسنعنا محنة الحمد لله كنا من تلاحق نرجع لموضوع هذا الصعلوك وصلني معلومة أنه الآن بديوا حطيدي في يدي أنا قلت بصافحك لما أنت تحقق محاكمة عادلة للي قتل ابننا وبنت تحقق لما انتهى بصافحك لما ترحل عن مقدساتنا بصافحك لما أنت ترحل عن أرضي بصافحك لما أنت تعامل لما أنت تغضح للقوانين الدولية بصافحك لما أنت تكون محترم أما أنت بهذا الأسلوب وبهذا العنجهية أنا بقول ما بفل الحديد إلا الحديد هذا الأمر في امتل ما بدل إلا على رجولة وكرامة النائب في امتلية وكرامة الشحب الأردني ورجولته والحمد لله رب العالمين في امتالية اللي ربنا أثلج صدري بوقفة الشعب الأردني في امتالية ثم جلالة سيدنا في امتالية وقفته وتبنيه لموقف ابنيه أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب مليون حبة مخدرة في حدود العمري وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مدرية الأمن العام إن معلومات وردت للعملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في مركبة ثقيلة رافعة شوكية تمهيدا لتهريبها إلى خارج المملكة وبمزيد من التحقيقات وجميع المعلومات تم تحديد مكان وجود الرافعة داخل مركز حدود العمري وبعد التأكد من كافة المعلومات جرى التنسيق مع دائرة الجمارك والأجهزة الأمنية في المركز الحدودي وجرى ضبط الرافعة الشوكية وتفتيشها ليعثر داخل إطاراتها على ما يقارب المليون ومئتي ألف حبة مخدرة وألقي القبض على أحد المتورطين فيما البحث جار عن آخرين تورطوا في تلك القضية سلم المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتم والد الشهيد الرقيب فادي سلام الزرقان من مرتبات الدرك وسام داك هامر شولد والممنوح للشهيد من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنح زرقان الوسام تكريما له بعد أن قضى شهيدا أثناء أدائه الواجب خلال عمليات حفظ السلام في ليبيريا عام 2016 ويعد الأردن وحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة أكبر المساهمين دوليا في عدد القوات الأمنية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة في مهمات إنسانية لحفظ السلام ووقف العنف والصراع في العالم وكان الأمين العام للأمم المتحدة منح وسام داك هامر شولد للشهيد الزرقان وتسلمته مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة قبل أن يتم نقل هذا الوسام إلى المديرية العامة لقوات الدرك مشروع وطني فلسطيني جامع هو عنوان ورشة عمل تهدف إلى تحقيق خطوات فعلية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تحقق تطلعات الفلسطينيين عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط نتابع أكثر في هذا التقرير مساء كبيرة تبنتها الأمتان العربية والإسلامية لم تنجز أي نتائج واقعية على الأرض لتحقيق رؤية الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية بعد أن حقق وعد بلفور إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين فكرة مشروع وطني فلسطيني جامع وقابل للتطبيق على أرض الواقع على طاولة مركز دراسات الشرق الأوسط لبلورة الفكرة الجامعة وتحقيق الحلم التاريخي الفلسطيني توفر جهة تمثل فئات الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده ليس فقط في الداخل الفلسطيني وإنما في كل المناطق فإذن لابد من تمثيل للشعب الفلسطيني إذن أن تأتي بطريقة مشروعة عبر انتخاب عبر آليات محددة حتى عندما تقوم هذه القيادة بتقديم مشروع عملي لدول العالم وأن تقوم بالتفاوض عليه أو غيره يكون لديها المصدقية والموثوقية من الشعب بأنها لا تفعل ذلك لأغراض شخصية أو حزبية أو مكاسب ذاتية استثمار دور الأردن التاريخي وقوته السياسية واحتوائه لأكثر من 60% من الفلسطينيين وارتباطهم المباشر به والمنتشرين منهم في دول العالم لإيصال الصوت الفلسطيني كوسيلة ضغط أيضا أردن هي قلب ارتكاز في المشروع الوطني الفلسطيني لا يمكن فصل الأردن عن فلسطين هم توأم هم مشروع واحد هم دولة واحدة هم حل واحد هم قضية واحدة لذلك أدعو منذ سنوات وأعيد التكرير اليوم على أن يكون جزء من المشروع الوطني الفلسطيني هو أن يقول جميع حماس وفتح وكل القوى بأننا نبدأ به بوحدة أردنية فلسطينية دولة الأردن وفلسطين تحت القيادة الهاشمية إذن في ظل الظروف التي تعيشها الأمة العربية وصراعاتها الداخلية والانقسام في مراكز القوى الفلسطينية وإيجابية ذلك تمنح للاحتلال ومخططاته أما السلبية فضياع تلو الآخر فأصبح لابد من إيجاد مظلة شاملة جامعة لإعادة توجيه البوصلة من جديد لتحقيق الرؤية المنشودة أسامة العدوان رؤية في الشأن الفلسطيني التقى الرئيس الفلسطيني وفدا من حركة حماس استعرض خلاله الأوضاع العامة سبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام حيث يعت هذا الاجتماع في هذا التقرير حالة الإرباك الشديد التي يمر بها الاحتلال مما حققه المقدسيون من انتصار في معركة الأقصى يدفع بضرورة الإسراع في ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الجغرافيا كما المؤسسة السياسية والإدارية فما الذي تمخض عنه الاجتماع الذي دار بين وفد من حركة حماس والرئيس الفلسطيني في مقر المقاطعة أمس لبحث سبل إنهاء الانقسام الرسالة التي ذهبت لوفد حركة حماس التي التقى مع الرئيس كانت رسالة واضحة نحن معنيون وقدمنا مبادرة لحركة حماس لم تتجاوب معها للأسف الشديد حتى الآن ونأمل أن الباب لا زال مفتوح تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي حكومة وحدة وطنية تحل كل المشاكل ومن ثم نذهب إلى انتخابات ولكن عشان هذا الكلام يحصل أنتوا عملتوا حكومة في غزة اسمها اللجنة الإدارية حلوها وإحنا جاهزين باختصار شديد نحن مقدمون على اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني اللي سيكون في القريب العاجل جدا ترفع طرفي الانقسام عن القضايا التنظيمية الفئوية وعن التراشقات الأعلامية والمناكفات السياسية والتوجه نحو إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الانقسام المخجل هو المطلوب حاليا حسب وجهة نظر المحلل السياسي عمر رحال الذي لا يرى حلا في الأفق أمام حركة حماس التي تدير أمورها كما السلطة الفلسطينية باتجاه مصلحة كل منهما سياسيا الفلسطينيين هم أيضا يكذبون على شعبنا لا يوجد هناك إرادة حقيقية لدى طرفي الانقسام من أجل إنهاء الانقسام إلا في التصريحات الإعلامية عشرات اللقاءات والاجتماعات والوساطات التي تمت وكلها في إطار العلاقات العامة هي لا تتجه نهوى إنهاء الانقسام وإنما إدارة الانقسام وإطالة أمد الانقسام عندما نرتقي إلى مستوى التحديات عندما نرتقي إلى مستوى تضحية شعبنا قطعا سيكون هناك إنهاء لهذا الانقسام استراتيجية جديدة ومتطلبات وطنية كثيرة على رأسها الوحدة لابد أن تتحقق في هذه المرحلة فالوحدة أحد أهم الأدوات لمواجهة الاحتلال لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف من رمال المحتلة زينة صندوق رؤية دعت نائب رئيس الكنيسة لإقرار مشروع قانون يسمح لمحاكم الاحتلال بعدام منافذ العمليات الاستشهدية لأنها ترى على حد زعمها أنهم يقيمون في فنادق خمس نجوم قاصدة معتقلات الاحتلال وكأنها لا ترى انتهاكات مصلحة السجون بحق الأسراء الفلسطينيين من جديد يحاول الاحتلال أن يثبت عنصريته بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض والتأكيد على عدم التزامه بالقانون الدولي هنا نائبة رئيس كينيسة الاحتلال تعلن نيتها تقدم مقترح لمشروع قانون يهدف لإصدار أحكام بالإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية هذا متوافر وموجود بالأوامر العسكرية موجود بالطوارئ تعليمات الطوارئ لعام 1945 حكمت بعض المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالإعدام ولكن لأسباب سياسية لم يصادق عليه من قبل القائد العسكري لذلك هم الاعتبارات السياسية لا يقوموا بالإعدام ليس الاعتبارات أخلاقية لا أعتقد بأنه سيسن مثل هذا القانون وسيطبق مثل هذا الإجراء على المستوى القضائي والمستوى القانوني ولكن هو يطبق على المستوى الميداني والواقع عنصرية الاحتلال المرة هذه تتعدى المعقول والمقبول فبعد أن تعتقل المنفذ في ظروف حرجة وتحقق معه دون تقديم أبسط أنواع العلاج بعد أن تكون قد أصبته بطريقة كانت تهدف أصلا لإعدامه ميدانيا ومن ثم تقوم بتحميل عائلته جزءا من المسئولية فتعتقل أقاربه وذويه ومن ثم تهدم منزل العائلة هي اليوم تذهب أبعد من كل هذا الذي اعتاد الفلسطينيون مشاهدته هي اليوم عبر أصواتها العنصرية في الكنيسة والحكومة تود إعدام الفلسطيني الأسير المدافع عن حقه في وجه جبروتها هذا يعبر أولا عن العقلية العنصرية لدى عدد من النواب في الكنيسة الإسرائيلية الذين طالبوا منذ الماضي بسنق قانون إعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات كما يقولون قانون الإعدام في كافة الدول الدموقراطية لا يمارس بحق أسرى حرية كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين هؤلاء الأسرى الفلسطينيون هم أسرى حركة التحرر الوطني فلسطيني لربما لن يصل الأمر إلى إقرار قانون كهذا لكن مجرد تفكير به من الأصوات الهمجية والعنصرية داخل ما يسمى بدولة الاحتلال يؤكد بما لا يدعو للشك أن هذا الكيان عنصري يعمل على فرض إجراءاته العنصرية بحق أصحاب الأرض الأصليين من منطلق أنه الأقوى من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا قررت المعارضة الفنزولية تأجيل مسيرة لها لتتزامن مع افتتاح الجمعية التأسيسية التي تعرضت لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي والذي أبدأ قلقه حيال الديمقراطية في فنزولا بعد توقيف اثنين من قيادي المعارضة التقرير تالي وتفاصيل حدة التوتر تتصاعد بشكل كبير في فنزولا الأزمة انتقلت من الشوارع الفنزولية إلى مراكز صنع القرار في العالم واتهامات متبادلة بين حكومة الرئيس مادورو ومؤيده من جهة والمعارضة والولايات المتحدة الأمريكية وحكومات وهيئات دولية من جهة أخرى الولايات المتحدة أعلنت عن قلقها البالغ حيال ما يحدث وخصوصا اعتقال السلطات لقياديين في المعارضة فيما قالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض إن نظام الديكتاتور مادورو اعتقل اثنين من قادة المعارضة في أعقاب الاستيلاء السافر على السلطة من خلال انتخابات مشينة حسب تعبيرها بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس السلطات الفنزويلية لبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التوتر ومنع مزيد من العنف والخسائر في الأرواح وإفساح المجالي أمام الحوار السياسي بدورها دانت كل من البرازيل وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا توقيف المعارضين وحضت كاركاس على الإفراج عنهما فيما أكدت روسيا وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وسلفادور دعمها لمادورو من جهته رد الرئيس مادورو في خطاب متلفز أنه لا يمتثل لأوامر الإمبريالية ولا للحكومات الأجنبية فيما قالت الحكومة الفنزويلية العليا إن المعارضين لم يلتزما بشروط توقيفهما في منزليهما التي تحضر عليهما الإدلاء بأي مواقف سياسية والتحدث إلى وسائل الإعلام إذن تصعيد كبير بين الحكومة والمعارضة التي أعلنت عن تأجيل مسيراتها إلى الخميس للتزامن مع تنصيب الجمعية التأسيسية المثيرة للجدل ما قد يفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الشوارع التي تشهد تظاهرات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى أعلن مسؤولنا أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تجربة على صاروخ بلستي غير مسلح عابر للقارات بعد أيام على إجراء كوريا الشمالية تجربتها الخاصة المماثلة التقرير التالي والتفاصيل تدعي كوريا الشمالية أنها قوة نووية وهي تؤكد أنها أحرزت تقدما بارزا باتجاه تحقيق طموحاتها النووية وبخاصة في مجال تطوير صاروخ بلستي عابر للقارات ذات قدرة نووية في سبتمبر لعام 2016 ادعت كوريا الشمالية أنها قامت بتجربة نووية استخدمت خلالها رأسا حربيا مصغرا يتناسب حجمه مع الصواريخ فكوريا الشمالية تعمل على تصنيع صواريخها الخاصة منذ أكثر من ثلاثة عقود قامت كوريا الشمالية عام 1984 بتجربة صاروخ شبيه بالسكود السوفيتي الذي يتمتع بمدى 300 كيلو متر وقامت فيما بعد ببناء الرودونغ واحد من الذي يصل مداه إلى 1300 كيلو متر لتصل إلى اختبار تايبو دونغوان الذي حلق فوق اليابان وهبط في المحيط الهادئ وأجرت بيونغ يانغ عام 2006 تجارب لصواريخ طويلة المدى من بينها صاروخ تيابو دونغ تو قيل إنه قد يصل إلى ألاسكا إلا أن التجارب باءت بالفشل ولكن في ديسمبر 2012 نجحت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ يتراوح مداه بين 6000 و9000 كيلو متر وذلك بهدف وضع قمر صناعي في المدار في يناير 2016 أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية وبعد شهر على ذلك وضعت في المدار قمرا صناعيا بواسطة صاروخ وفي جولتنا حول العالم مزيد من الأخبار العربية والعالمية ومنها مناورات عسكرية تركية قطرية في الخليج العربي واستمرار تبادل الأسرى بين تحرير الشام وحزب الله اللبناني فيضانات تايلاند تحصد مزيدا من الضحايا تستمر لليوم الثاني على التوالي المناورات العسكرية المشتركة بين تركيا وقطر والتي يجري تنفيذها برا وبحرا في منطقة الخليج بمشاركة مئات الجنود من البلدين تسلمت هيئة تحرير الشام ثلاثة من عناصرها كانوا معتقلين لدى حزب الله اللبناني مقابل تسليمه ثلاثة من عناصره في مرحلة ثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين التي تمت بإشراف الأمن العام اللبناني قالت جماعة إغاثية أن ثمانية مهاجرين غرقوا وتم إنقاذ ثلاثمائة وخمسة وسبعين شخصا من قوارب صغيرة في البحر المتوسط كانوا يحاولون التسلل باتجاه الشواطئ الإيطالية قتل نحو ثلاثين شخصا وجرح أكثر من ثلاثة وستين في تفجير انتحاري استهدف مسجدا في هرات المدينة الرئيسية في غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية وسط تدهور الوضع الأمني في البلاد تحضر الولايات المتحدة لفرض عقوبات تجارية جديدة ضد الصين لدفعها إلى التصدي لسرقة الملكية الفكرية حيث تسعى واشنطن للتحقيق فيما إذا كانت سياسات حماية الملكية الفكرية في الصين تشكل ممارسات غير عادلة وجه الإدعاء البرازيلي إلى الرئيس البرازيلي الأسبق لويس دا سيلفا تهم الفساد وتبيض الأموال في قضية جديدة بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لقرابة العشر سنوات تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات هي الأسوأ منذ سنوات التي تضرب المناطق القروية في شمال شرق تايلند وأدت إلى مقتل ثلاثة وعشرين شخصا وتسببت الفيضانات بتوقف حركة الملاحة الجوية كما غمرت المياه خطوط سكك الحديد واجتاحت مزارع الأرز في كارثة طالت أكثر من مليون شخص في خبر مختلف مشاهدات عالية على وسائل التواصل الاجتماعي لفيديو غنائي تقدمه ثلاث سيدات يتجاوز عمر الواحدة منهن ثمانين عاما لم يكن الشهرة دافعهن وإنما أردنا الدفاع عن ناديهن المحلية في أستوراليا لنتعرف على هؤلاء السيدات في هذا التقرير خطوة إلى الأمام وحركة أخرى إلى الخلف هذا مضمون أغنية النساء العزباوات للمغنية العالمية بيونسي ولكن هذه المرة قامت بتنفيذها مجموعة من السيدات اللواتي يتجاوز أعمارهن الثمانين عاما في حملة لإنقاذ ناديهن الرياضي المحلي في مدينة ميلبون في أستراليا كلمات الأغنية تعبر عن اهتمامهن بناديهن فهن يؤدين الأغنية لحماية ناديهن الرياضي الذي يهتم أيضا بالطبيعة وحماية البيئة الأغنية انتشرت بسرعة البرق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحققت مشاهدات عالية بين المشاهدين من كل أنحاء العالم فهل ستنقذ هذه الأغنية النادي الذي يضم أكثر من ستمائة عضو من سكان المدينة أم ستقتصر على إمتاع الناس فقط والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة